السلام عليكم طلاب شونكم ان شاء الله تكونون بخير هاي المحاضرة راح نتعرف على الالكترولايت solution المحالي لالكتروليتية ما المقصود بالالكترولايت الالكترولايت هي العناصر الاساسية الموجودة باجسامنا واللي هي الصوديوم، المغنيسيوم، الكاليسيوم، البوتاسيوم، ايضا ايون الهايدروجين هاي هي العناصر الاساسية وغيرها طبعا اكو همينة اللي موجودة باجسامنا هاي تكون موجودة بشكل مذاب وين بالفلود او بالسوائل الجسم احنا سبق وعرفنا solution المحالي لانش تكون عبارة عن مذاب ومذاب هذا solvent اللي هو المذاب والسوليت اللي هو المذاب هاي الالكترولايت تكون موجودة بشكل مذاب بسوائل الجسم معناها سوائل الجسم شنو تكون عبارة عن محالي لان بيها ايونات مذابة زين شنو فائدة هاي الايونات هاي واحد والنقطة الثانية هل انه تكون موجودة بشكل ادوية لو انه فقط موجودة باجسامنا زين نجي نجاوب بين السؤالين اول شي انه لكل عنصر من ذني الى فائدة خاصة بالجسم ابسط مثال اللي هو الكاليسيوم كلنا نعرف اذا واحد صار عنده نقص بالكاليسيوم اش راح يأدي يأدي الى هشاشة العظام وكل احنا نعرف اذا واحد قل عنده عنصر الصوديوم ابصل شي شنقل لي اكل مالح معناها شنو صار عنده هبوط بالضغط هاي اللي احنا نعرفها اللي احنا متعلمين عليها زين اكو فات مصطلحين خليه نبع لك عندك مصطلح هايبر وعندك مصطلح هايبو بالنسبة المصطلح هايبر هذا نستخدمه لما نكون عندنا زيادة ومصطلح هايبو راح نستخدمه لما نكون عنده نقصان فاذا واحد عنده نقصان بالكاليسيوم انه شنقول عليه عنده هايبو كاليسيميا زين اذا واحد انه صار عنده هبوط بالضغط معناها قل عنصر الصوديوم بالنسب شنقول عنده هايبو تينشن شلون العالجه يا اما انه يشرب لبن مالح على موج انه يعيد التوازن الجسمه يا اما اذا كان هذا الهبوط حاد ما قدرنا نسيطر عليه تشو بقى نستمر ايش ننطي ننطي نورمال سلاعين النورمال سلاعين اللي هو عبارة عن صوديوم كلوريد اللي هو ن اي سي اغ زين انه هذا يكون طبعا موجود بتراكيز مختلفة عندنا التركيز الاعتيادي او بوينت تسعة وعدنا هالب نورمال سلاعين اللي هو او بوينت خمسة واربعين مو موضوعنا هذا بس للتوضيح المهم معناها شنو هنا يا من ننطيت النورمال سلاعين المغذي معناها هاي الالكليترولايت همينة موجودة بشكل ادوية على موج انه هذا المغذي اللي انطينا يا النورمال سلاعين على موج انه شنو يرجعنه لتركيز الصوديوم بالجسم لانه ما قدرنا نسيطر عليه بالاكل فحتاجنا شنو احتاجنا الى تداخل دوائي كذلك انه عندك مو فقط النورمال سلاعين لأ عندنا غيرك عندنا الدكستروز عندنا الرينجر الرينجر انه بيكاليسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم هذا اكثر شي ننطيل اللي يصير عندهم التهاب حاد بالامعاء ويصادف ويا دياريا مش معنى انه الدياريا انه لان الدياريا هو ده يفقد كمية اكثر من الكمية الطبيعية ده يفقد الالكليترولايت كلش هواية فعلى مود انه ما يدخل بمرحلة ديهايدريشن يصير عنده جافاف يعني انه ليصير فقدان كلش هواية الالكليترولايت ده يفقد اكثر من النسبة الطبيعية اللي المفروض يفقدها فدائما انه اللي يعدهم سبير دياريا او اللي يعدهم دياريا بصورة عامة ننطيهم الاورال هاي المحانية تكون بشكل فوارات يحلوها بالمي على مود انه ترجع توازن الالكليترولايت اللي يفقدها بينما انه هسا انعرفت اذا قل الصوديوم راح يصير عنده بط بلغط اعجب نور مسلاهين اذا صار يعني ازداد الصوديوم عندنا بالدم شا حيصير عنده راح يصير عنده ضغط ويؤدي الى هواية مشاكل بالقلب انه هواية يصير عنده ممكن يصير عنده ممكن يصير عنده ممكن يصير عنده وغيرها اذا عرفنا شنو دور هاي الالكليترولايت بالجسم هي المسؤولة عن توازن حالة الجسم هي المسؤولة همين عن توازن حموضة وقاعدية الدم ايشنون شوف مثلا عندنا ايون الهايدروجين هذا المسؤول على الاصلات حموضة الدم اذا انه قل بالدم يعني قلت النسبة مالتا معناها شنو معناها الدم راح يتحول الى الكالوسيز او انه لا ازدادت النسبة مالتا والايون الكاربوريوم هو المسؤول عن الالكالوسيز عن الباس مثلا قل معناها شنو راح انه يتحول الدم الى أسيدوسيس فهاي الألكترولايت إضافة إلى أنه هي تساعدنا على الميتابولزم عملية الأيب تساعدنا على أنه تحافظ على حموضة قاعدية الدم فإنه تلعب دور كل شمهن بوضاءة الإنسان وقلنا أنه زيادتها ونقصانها اثنيناتهم تؤدينا إلى شنو تؤدينا إلى المشاكل فلازم أنه تبقى ضمن الرينج الطبيعي زي عرفنا أنه هي تكون موجودة بشكل أدوية بس أنه الأسرة عنه هي تكون بشكل آي بي يعني هاي الألكترولايت هو أنه مثلا واحد عنده سبير ديارة فقط الألكترولايت هو ما أنطي تابلت أو كبسول لا أكيد أنه يأما أنطي أورال ريهايدرشن سوليوشن أو أنطي رينجر اللي هو على موجه يرجع مستوى الألكترولايت بالجسم زيادة هل أنه إحنا عدنا فقط محالي الألكتروليتية لو عدنا همين محالي المو ألكتروليتية لا إحنا عدنا ثمين عدنا ألكترولايت سوليوشن وعدنا الفرق مثلا هسا أنه إحنا أخذنا أكلوريد الصوديوم من الأكل نقول اللي هو NaCl هذا ما راح يدخل بهذا الشكل للجسم لا راح يتحلل يتحلل المن إلى آيونات الصوديوم زائد الكلور صالب يعني راح تكون موجودة بهذا الشكل للجسم واحد يحمل شحنة موجبة positive charge هذا شنسميه نسميه الكاتود أو شنسميه نسميه نقط آيون اللي هو هيا واللاخ يحمل شحنة سالبة نسميه يا أما أنود يا أما نسميه أم آيون إذن معناها الألكترولايت بما أنه تأين معناها أنه ذابب سواء الجسم يذوب بالدم راح يصير له راح يصير له تحلل وبهذا الشكل يدخل أجسامنا مو هذا الشكل اللي أخذينا بينما النوم الألكترولايت لأ إنه هي اللي راح تبقى على حالها ما راح تتحلل بالدم مثال عليها اللي هي بيوريا والبيكسروز إذن شنو الفرق ما بين المحالين الألكتروليتية والمحالين غير الألكتروليتية المحالين الألكتروليتية هي اللي راح الزوب لما إنه إحنا نأخذها الزوب وين الزوب بسواء الجسم زين مثال عليها الصوديوم وكلورايت وأكتب له هاي المعادنة مواد التأيون على موجي أعرف أنا فهم الموضوع بينما النوم الألكتروليت لا إنه هي المواد اللي ما راح الزوب بالصوديوشن أنا قلت لك الصوديوشن اللي هو سواء الجسم مثال عليها بيوريا والبيكسروز زين إذا خلينا هاي الأيونات إنه بمحلول يكون هذا المحلول همينة مشحون وهي همينة مشحونة هل إنه راح تتحرك باتجاه الشحنات لو تتحرك باتجاه معاكس الشحنات تتحرك باتجاه معاكس المد للشحنات زين وهنا يا قايل إنه شنو وظيفة الإلكتروليت حيشينا عليها قلنا إلها دور مهم بالحفاظ على الأسد بيس بلانس عند بدي إنه يصير توازن الجسم كذلك إلها دور بيمن تتحكم بال water volume بحجم الماء وكذلك إنه يتنظم عمليات الأيب شنو المقصود بأنه يتحافظ لك على حجم الماء خلي أشرح لك عن النقطة شوف طبعا عندنا إن يصير عملية الإلمانيشن عملية الطرح وإنه المفروض المي يطلع من أجسامنا وغيرها من المواد الذائبة بيعنامج إنه يطلع بشكل يورن طبعا إنه الكبني ما تقدر السيطر على جزيات الماء ما تقدر تلزمها ما تقدر إنه تطلع المي بوحدة بس إنه تقدر تطلع الصوديوم زين شنو علاقة الصوديوم بالمي هاي المعلومة أريدك تحفظها من هسة لأنه راح تستفاد من عيدها وراح أنه تحتاجها بعدين بمراحل المتقدمة المي والصوديوم ذولة اثنيا لا يمكنهم الفراق أبدا الصوديوم ما يتحرك إذا مورجلة على رجل المي والمي ما يتحرك إذا مورجلة على رجل الصوديوم ذولة ما يفرقهم حتى لموت اثنيناتهم سوية أبد ما يتفارقون زين الكدني الكلة تقدر تسيطر على جزيات الصوديوم تقدر تسوي لها فلتريشن إنه تسوي لها رجعها للجسم وإنه تفلترها واللي ما تحتاجه تسوي لها إليمنيشن زين بما إنه قل لك إنه هذا الصوديوم ما يتحرك إذا ماء المي فإنه اتبعت هاي الخدعة البسيطة إنه هي من راح تسوي فلتريشن ولي أبزوربشن إعادة امتصاص وفلترة لأيونات الصوديوم هي تعرف راح تسوي فلترة وإعادة امتصاص لجزيئات الماء وياها لأن هي ما تقدر تسيطر على جزيئات الماء جزيئة الماء تكون حركتها أكثر يعني بهالشكل بس هي تقدر تسيطر على الصوديوم والصوديوم ما يتحرك إذا مو الميوية فهنايا الصوديوم سحب الميوية فهذا المقصود إن هي راح تتحكم بيما بالواترفاليوم بحجم الماء زي بعد شنو عدنا هنا عدنا هنا الميلي اكوفلنت الشيء راح نحسب الميلي اكوفلنت بالنسبة الميلي اكوفلنت هي تعتبر المفتاح مالتنا ما بين الموليكولر ويت الوزن مال الالكترولايت وياما ويالكيميكال اكتفتي ويالنشاطها يعني من خلال الميلي اكوفلنت راح أنه تقدر تعرف شنو العلاقة ما بين الوزن والنشاط بالنسبة للالكترولايت الكيميكال اكتفتي وكذلك الويت زي قابلنا نشرح قانون الميلي اكوفلنت وحساباته خلي أمطيكم تذكير بسيط شنو نحسب الموليكولر ويت الكتلة المولية لأن راح نحتاجها هنا بقانون الميلي اكوفلنت مثلا عدنا هنا CH2O شوف هو يا أما راح ينضيك الميلي اكوفلنت دايرك يا أما ينضيك الأعداد الدرية للعناصر اللي موجودة بالمركب وإنه تضطر هنا يتحسب الموليكولر ويت زي عدنا العدد الدري الكاربون هو 12 وللهايدروجين هو 1 وللأوكسيجين هو 16 شلون راح نحسب الموليكولر ويت هو شلو قانون الموليكولر ويت يساوي لنا مجموعة الأعداد الدرية في أي جزي زي لجي نفسر هذا القانون أول شي إنه تاخذ كل جزي موجود بالمركب هس هنا هش كم جزي عندي عندي كاربون وعندي هايدروجين وعندي أوكسيجين عندي تلك جزيئات أجمع أعدادهم الدرية في غرب عدد الجزيئاتهم الموجودة بالمركب شلون مثلا عدنا هس هذا الكاربون الكاربون إش قد العدد الدرية مالته 12 ضرب كم جزيئة كاربون عندي هنا هنا ما رقم معناها 1 في 1 نسد القوس زاد أجي هس على الهايدروجين إش قد العدد الدرية مالته 1 ضرب كم جزيئة هيدروجين موجودة هنا 2 في 2 زاد إنه وصلنا للأوكسيجين إجي هنا 1 إذن في 1 أول شي نضرب نتخلص من الضرب بعدين إنه شنو بعدين نجمع ونطلع الموليكولر ويت خلينا ناخذ مثال ثاني بعد عليها C 2 H 4 O 3 هذا مثال افتراضي بس إنه أعلمك شون نحسب الموليكولر ويت عدنا الموليكولر ويت قلنا تساوي مجموعة الأعداد الذرية في أي جزء حسنا خليت لك أكثر من جزء لكل ذرة نبدأ أول شي بالكاربون شقدر عدد الذرة إلها 12 ضرب كم ذرة كاربون عندنا هنا 2 في 2 زاد نجي على الذرة الثانية اللي هو الهايدروجين شقدر عدد الذرة مالتها 1 ضرب كم إنه جزيئة هيدروجين عندنا هنا 4 في 4 زاد نجي هنا على الأوكسجين شقدر عدد الذرة ماتة 16 ضرب كم جزيئة أكسجين عندنا هنا 3 في 3 وقلنا أول شي نضرب بعد نجمع ونضع الموليكولر ويت خلي نجي نشوف شنو قانون الملي اكوفلنت وش راح نستخدم هذا القانون بحساب التراكيز المولارية أو حساب الملي اكوفلنت نايا قل لك الملي اكوفلنت يساوي ملي غرام شوف هو قل لك ملي اكوفلنت يعني شنو هنا تستخدم محتة صغيرة ما تستخدم غرام هنا تستخدم ملي غرام بمن في عدد التكافؤ علي من على الموليكولر ويت اللي هي الكتلة المولية نحنا نعرف شون نحسب الكتلة المولية يا اما هو ينطي اياها ويختصر عليها كل وقت اما لا ينطي عدد مولات ليش نطاني ملي غرام شوف انه انا مو عندي التركيز المولاري يساوي لعدد المولات عليمن على الحجم زيان انا عندي قانون عدد المولات شيساوي مو يساوي لي الكتلة على الكتلة المولية الموليكولر ويت زيان بالتالي المولارتي شرح تساوي انه هاي المولارتي تساوي من اجي اعوض هذا القانون هنا رح يصير عندي الكتلة على الحجم بالموليكولر ويت فاني من جاي اذوب هاي جزيئات المذيب جاي استخدم عدد غرامات هذا اللي اقصد بي انه استخدم عدد غرامات وليس عدد مولات هاي التوضيح لكم زيان اذا نطاك بالسؤال ملي اكوفلنت وقال لك اريد مليغرام شو راح اطلعها شوف انه هنا يقل مليغرام يساوي ملي اكوفلنت بالموليكولر ويت على عدد تكافؤ زيان هذا القانون اني اجان خلي نوضح هنا انت عندك ملي اكوفلنت شو يساوي لك انه قلنا مليغرامات عدد التكافؤ على الموليكولر ويت زيان اذا كان مطلب السؤال هذا عدد غرامات يعني هذا انعوض هنا راح يصير شنو وسطين الطرفين راح يصير مليغرام بمن عدد التكافؤ يساوي لي ملي اكوفلنت بمن بالموليكولر ويت زيان انا اللي اريد هذا مليغرام يساوي ان نقسم على المعامل مالته بالتالي هنا تحول عدد التكافؤ على الملي اكوفلنت بمن بالموليكولر ويت هاي وضح حتك القادون من ين اجه يعني انه عوض نحن نريد نطلع هذا انه وسطين الطرفين بالتالي انه حصلنا على هذا القانون زيان خلي اساوي لك رفيو سريع لحساب الكتلة المولية مثلا انا عندي سي او اج وعندك سي اش تو ونقول عندك سي تو اج لا هذا خيوان احسب لهم الموليكولر ويت وكتلة المولية شون تحسبها اني اعرف كتلة المولية الاعداد الذرية بعدد ايوانات الموجودة هنا عدد الذرات الموجودة هنا عاف عدد الذري بالكاربون هو 12 هيدروجين 1 كاربون 12 16 الهيدروجين 1 فاقل الموليكولر ويت يساوي هيدروجين 12 طرق كم ذري مالته واحد. كم ذرة هيدروجين عندي هناك اثنين. نسد القوس. احلى هيك بالتفصيل على مود انه ما اغط بالناتج. بالتالي يطلع عندي اثناش زائد اثنين ويساوي اربع طعش. وهي انه نفس الشي. هاي رفيو سريع لحساب الموليكولر ويت الكتلة المولية. نرجع نكمل. زين. اذا انه انطاك ميلي اكوفلنت بير ميلي لتر. وقالك شنو اريد ميلي غرام بير ميلي لتر. نفس الشي ما رح يتغير شي مجرد انه تقل لي ميلي غرام بير ميلي لتر. ميلي اكوفلنت بير ميلي لتر. يعني ممكن ينطق اياها بلتر. فانه انت تحولها لمن تحولها للميلي لتر. بمن بالموليكولر ويت علي من على عدد التكافؤ. وهي وضحت لك اياها. هنايا شلون كان عدد التكافؤ بالفوق. وهنايا شون صار جوا. عرفناها. زين. هسا نجي ناخذ امثلة على حساب الميلي اكوفلنت وعلى حساب ميلي غرام. نايا عندنا اول مثال. قايل لنا. what is the concentration in ميلي غرام per ميلي لتر. of the solution يحتوي على ثمين ميلي اكوفلنت بوتاسيوم كلورايد per ميلي لتر. شلون انا اول شي باع اول شي انه انه انت تقولي شون تحسب على التكافؤ. اباولة عندي كي سي او. هذا موجب واحد. هذا سالب واحد. معناها شنوة? معناها عدد التكافؤ يساوي واحد. زين. اذا كان عندك هنايا كاليسيوم. وهنايا سي او. هذا سالب واحد وهذا موجب اثنين. اثنين في واحد يساوي اثنين. هاي هنا علمتك شون تحسب التكافؤ. طبعا عداد التكافؤ قلنا نحفظها. زين. خلصنا من حساب على التكافؤ. خطوة ثانية. احتاج احسب الموليكولر وايد. قلنا يا اما ينطينا اعداد ذرية ونحسبها. هسا هنا منطينا عدد الذري المن البوتاسيوم موليكولور. صارت تسعة وثلاثين زائد خمسة وثلاثين ونص. لان هنا يعدنا عدد ذرات واحد بواحد. يعني تسعة وثلاثين في واحد زائد خمسة وثلاثين ونص في واحد. طلعنا الموليكولر وايد. زين شون رايد؟ رايد الملغرام بير مليلتر. يعني يا قانون استخدم هذا. القانون الثالث اللي هو ملغرام بير مليلتر يساوينا المل اكويويلفيلينت. بمن؟ بالموليكولر وايد. علي من؟ هذا عدد التكافؤ. هناي عندي الملفة منطيني اياها اثنين. بي هياها. عوضتها. الموليكولر وايد طلعتها اربعة وسبعين ونص. عوضتها. عدد تكافؤ حسبته اللي هو واحد. بالتالي طلع لي الملغرام بير مليلتر هو 149. شف انه انت بالبداية ت حسب على التكافؤ. تحسب الموليكولر وايد. تخلص منعتهم. بعدين تشوف يا قانون راح انه تطبق سوى انه الاول او الثاني او الثالث كلهم راح تحتاج تحسب بهم الكتلة المولية وكذلك عدد التكافؤ وعلمتك شون تحسب عدد التكافؤ للمركب مول العنصر يعني انا اعرف هسا الان اي سي اقاني اعرف هذا موجب واحد وهذا سالب واحد زين ازودهم اناقصهم شو ساولا نضربهم واحد في واحد يساوي واحد زين عندنا هنا اول مثال قال الطبيب وصف عشرة ملي اكوفلنت من البوتاسيوم كلوريد للمريض اريد اعرف كم ملي غرام وصف له من البوتاسيوم كلوريد يعني هو اطاكيها بشكل ملي اكوفلنت وقال انا اريد اعرف كم ملي غرام انت زين منطيني ملي اكوفلنت ويريد ملي غرام معناها نستخدم هذا القانون الملي غرام يساوي انه الملي اكوفلنت بالموليكولر ويت عليما على عدد التكافؤ زين بالنسبة العدد التكافؤ اشلو نطلعه هسا انه نجيه الوحدة وحدة للقانون الملي اكوفلنت هيا منطين اياه ما عندنا مشكلة الموليكولر ويت منطينه اعداد ذرية يعني انه راح نحسبها وعرفنا شلو نحسب الموليكولر ويت ها يهمينا ما عندنا مشكلة وياها اجيه هنا على عدد التكافؤ عندي البوتاسيوم موجب واحد والكلورسالب واحد معناها عدد التكافؤ واحد واحد شو واحد واحد هذا عدنا واحد وابدي اطبق بالقانون مباشرة هنا شو عندنا منطين اياها عشرة المليغرام يساوي عشرة ضرب الموليكولر ويت طلعها هنا اربعة وسبعين بوينت خمسة على واحد انه نضرب ونطلع الناتج شو قد طلع عنا سبعمية وخمسة واربعين مليغرام انا ما افضل هاي الطريقة اتحلون بها افضل انه دفنية مش شو انصار نجي هذا المثال الثاني قال هناك what is the concentration in gram per milliliter هنا ينتبه للوحدات قل لك اريده شنو اريده بالغرام يعني انه اوكي انت تحل بالمليغرام انت قانونك بالمليغرام بالنهاية تتحوي شوفها ينتبهي لها سجلها يملك ملاحظة انه انت بالبداية تحل بنفس الوحدات موجودة بالقانون مليغرام per milliliter انا قانون يقول مليغرام per milliliter بالنهاية يلا احول طالبها بالغرام بالنهاية نهاية الحال يلا احول المهم يريد التركيز بالمليغرام per milliliter افضل يوشن يحتوي على اربعة ملي اكويفلان تمني انه كاليسيوم كلورايد per milliliter اول شي قلنا نحسب عدد التكافؤ ونخلص من عنده كاليسيوم موجب اثنين لكلور سالب واحد اثنين في واحد يساوي اثنين انتهينا من عدد التكافؤ الموليكولر ويت هنا يا منطيني اعداد ذرايا ومنطيني اياها دايركت الكاليسيوم هو اربعين في واحد وهناي عندنا الكلور عندي ذرتين هنا انتبه لها انه راح اقلها خمسة وثلاثين ونصف في اثنين زين هنا عندي الاش دو او هنا اثنين انتبه شوف هاي شو راح تحسبها حصير هاي الثنين هنا تفتح لي قوس شبير لان هاي الثنين راح تضربها بكل من الاش وكل من الاو سد القوس زائد نايا كم ذرة واحد العدد الذرة الى ستعاش سد القوس نايا راح يصير اثنين زائد ستعاش تجي تدخل اثنين عليهم راح يصير بالنهاية اربعة زائد اثنين وثلاثين اذا فهمت هاي شون اذا اهنايا مثلا اهنايا قللك هو الكلوريد الكاليسيوم المائي دائما اذا لقيت هذا عدد قدام الهايدروجين معناها عفو قدام الماء معناها لكل من ذني العنصرين اذا حسب الموليكولر ويت حسبتك عدد التكافؤ اهنايا اجي اطبق القانون يا قانون ملغرام يرمل الاتر يساوي للميلي اكوفلنت بالكتلة المولية على عدد التكافؤ ميلي اكوفلنت عند اش قد اربعة منطين اياها هذه حسبت ميه وسبعة واربعين اعادد التكافؤ عند الثين بالناتج اش قد طلع لي ميتين واربعة وتسعين مليغرام طير مليل تر لان انا جاي احل بيمان بمليغرام قانوني شنو قانوني مليغرام هس احول الاما احول الالغرام شون احول شف سجل بيها مك ملاحظة من انا اريد احول من واحدة كبيرة الى واحدة صغيرة كبيرة يم سقطة صغيرة يعني انا اريد احول من الالغرام للملغرام ما أساوي؟ أضرب في ألف باعتبار أني عندي كل واحد غرام يساوي لألف ملغرام إذا أنا بالعكس أريد أحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة أقسم يعني أريد أحول من ملغرام إلى غرام أقسم على ألف إذن أنت بس تذكر هاتش بإذ يبسط الزغير من أريد أحول من وحدة كبيرة إلى صغيرة أضرب بالعكس أقسم أو إذا أنه تريد تحلها نسبة وتناسب أنت مخير باستخدام أي من هذه الطريقتين يعني سواء هنا يتقسم على ألف أو تحلها بنسبة وتناسب شون تحلها بنسبة وتناسب؟ خلي أشرح لك يا هات أنه أنا عندي لكل واحد غرام يساوي ألف ملغرام هنا عندي بيمة بالملغرام يعني هناك 294 ملغرام هناك أكس وسطين الطرفين همين راح يطلع لنا نفس الناتج زي خلي نشوف هذا المثال بعد قال إنه ها هنا يقل لك أريد النسبة أريدها weight volume شنو يعني هاي خليناها بالحسابات الصيدرانية بالكورس الأول معناها يريد نسبة مئوية أنا أعرف إذا عدد أحوله إلى نسبة مئوية أضربه في مية عدد أريد أرجع يعني نسبة مئوية أريد أرجعها عدد إنه أقسمها على مية شي يريدها؟ weight إلى volume بما أنه قال لك أريدها weight إلى volume يعني يا قانون راح تستخدم يعني هنا أنا عندي الوزن بمن أقيسه بالملغرام والفاليوم بمن أقيسه باللتر معناها راح أستخدم قانون ميلغرام ميللتر أو ميللتر anyway concentration of solution يحتوي على مية ميلي إكوفلينت للأمونيوم كلورايد ميللتر هو أنطاك إياها ميللتر مو ميللتر فرح أنه تستخدمها ميلغرام ميللتر زين جبنا أول شي نحسب عدد التكافؤ ونتخلص من عنده شون أحسب عدد التكافؤ؟ أنا عندي عدد التكافؤ الأمونيوم هو واحد موجب واحد وهاي سالب واحد واحد في واحد يساوي واحد هاي حسبت عدد التكافؤ أجل الموليكولر ويت هناك منطينا أحداث ذرية فإنه راح نسبه الـ NH4 طبعاً إنه هاي الأمونيوم وإنه أنت تغلط هذا واحد وهذا واحد وضروها في أربعة لا أستوى أني كارثة هاي الأمونيوم زين طلعنا الموليكولر ويت نطبق القانون من الإكوفلينت بالموليكولر ويت على من؟ على العدد التكافؤ هاي منطينا يهمية هاي طلعناها تاته وخمسين ونص على واحد بالتالي شون طلعتنا؟ ونعننا هذا الرقم مو تنسى انتبه للسؤال قل لك شلو قل لك أريد نسبة إنه أنت هيجفتهم السؤال فهم السؤال هو نصف الجواب أنت ما عندك بهاي المسائل أي فترة عندك قانون تطبق مباشرة إذا يريد يفيك لك بيها يقل لك أريد غرامات نهاية الحل إنه أنت تحول لي للغرام تحول من الغرام للغرام قل لك أريد نسبة إنه أنت تعرف الحسابات الصيدنانية من الكورس الأول ما أخذ إذا أنه أي عدد أحول إلى نسبة مئوية أضرب في مية إنه نسبة مئوية يريد أرجحها إلى عدد أقسمها في مية وهكو بعد في الملاحظة همين خلي أذكرك بيها إنه إحنا عدنا نسبة مئوية بتعامل ويشنو ويوحدات متساوية يعني شوفها سألل ميلي إكوذلنت بتعامل وي ميلي غرام هير ميلي لتر أو عادي إنه أستعمل ميلي غرام هير لتر يعني سواء تكتب لي هاي الوحدة بالقانون أو هاي ماكو مشكلة حسب المنطق يا بالسؤال الثمينات هم بصرحا بينما بالنسبة المئوية لا يتعامل لك وياما ميلي غرام هاي الوحدة اللي تستخدمها لقياس النسبة المئوية نسترجع معلومات كورس الأول ما للحسابات هاي وحدة قياس شنو النسبة المئوية زي آني طالع لي ميلي غرام هل إنه يا ترى هاي الميلي غرام بيرلتر أقدر أحولها دايركت إلى نسبة مئوية لا ما أقدر ليش ما أقدر لأن أنا عندي وحدة قياس النسبة المئوية هي غرام بيرلتر معناها شنو معناها أحول هاي الميلي غرام إلما إلى غرام هو ما طالب تحول بس إنه إحنا ما رح نقدر نحوله إلى نسبة إذا ما حولناه بنفس الوحدة لأستخدمها لقياس النسبة المئوية فهنايا حولت لغرام بيرلتر وبالتالي شنو حولتها إلى نسبة مئوية ضربناه في مية زين بعد عدنا هذا المثال هم نفس الشي طالب إنه تحسب النسبة منطيك من الإكويفلنت أو إنه شنو نفسي هذا المثال مكرر هي نفسي هذا المثال مكرر زين عدنا هنا شنو قايل لنا قايل إنه يحتوي على عشرة ميلي غرام بيرلتر من أيون البوتاسيوم حبر عنه بتركيز الميلي اكويفلنت بيرلتر هنايا انتبه لابس انتبه للي السؤال منطيك ميلي غرام بيرلتر وقالك أريدك تستخدم لقانون الميلي اكويفلنت بيرلتر معنى شنو أحول الميلي لتر إلى لتر بالتالي إنه حولنا حصلنا على 100 ميلي غرام بيرلتر حولت فقط هاي العشرة ميلي غرام بير ميلي ت ميلي لتر إن من حولتها حولتها إلى مليغرام فير لتر نستخدم قانون الملي إكوفلنت تطبقه عادي نفس قبلة يعني تطبيق مباشر زي هنا يا قايل لنا ما شرحت لأنه هو نفس القبلة ما بي أي شي جديد فقط الفكرة هي هاي مجرد إنه حولت لي الملي لتر إن من إلى لتر لأنه هو قايل لك بينما إذا قايل لك أريدك تقيس الملي إكوفلنت بمن بالغرام تحول من البداية لو بالنهاية بالنهاية ليش بالنهاية؟ لأن قلنا سواء استعملت هاي الوحدة من البداية أو استعملت هاي الوحدة من البداية الثينات وصحيحات الملي لتر واللتر نرجع للقانون هاي هو قايل لك ملي غرام فير ملي لتر وبالشرح قايل لك شنو قايل لك إنه ملي غرام فير شنو فير لتر زين هذا المثال قايل محلول يحتوي على عشرة ملي غرام بر ميت ملي لتر من أيون الكاليسيوم عبر عنا بالملي إكوفلنت بر لتر ها من نفس القبل ما فيشي أحول الميت ملي لتر إل من أحولها أحولها لل لتر هنا عدد تقافو مال الكاليسيوم اللي هو موجبثين منطيق فقط أيون ما منطيق مركب فإنه اختصرها عليك ونستخدم القانون ننطلع التركيز زين هنا يا قال إنه المغنيسيوم لفول أن بلت بلازمة إنه هذا الملي إكوفلنت ما تعبر عن هذا التركيز بالملي غرام ما يرادل الشي ها لا هنا يا انتبه العفو قايل لك عبر عننا بيمة بالملي غرام يعني شو ما قايل لك عبر عننا بالملي غرام بير ميل لتر لا ما قايل بهالشكل ما يا ملي لتر قال لك فقط ملي غرام يعني شنو تستخدمية قانون تستخدم قانون الثاني اللي هو الملي غرام يساوي منه ملي إكوفلنت بالموليكيولر ويت على علا smoothly أباوة للسؤال منطيني ملي إكوفلنت بار الكالي يعني هذا القانون ما أقدر أستخدمه أستخدم شنو أستخدم القانون الثالث استخدمت القانون طلعت التركيز طلع لي شنو طلع لي مليغرام بير لتر زي هو يريد فقط عدد غرامات ما يريد هذا اللتر أو الملي لتر عفو سواء ملي لتر أو ملي لتر هو ما يريد هذا يريد هذا ثاني شو نتخلص من عنده أضربه بواحد لتر بالتالي راح اللتر وي هذا اللتر فقط أنه هاي الفكرة بهذه المسألة إنه إذا رأت لك فقط المليغرام كتبت القانون الثاني لقيت ملي اكوفلنت باللتر معناها هذا القانون ما يصح تستخدمه تحول على القانون الثالث اللي هو ملي اكوفلنت بير لتر وإنه طلعنا مليغرام بيرشن و بير لتر بالتالي ضربنا بواحد لتر أنا أمود إنه نتخلص من اللتر الموجود وأطلع فقط على الغرامات زين هذا المثال يقول هوماني ملي اكوفلنت أوف بوتوسيوم كلورايد إنه منطينا ملي لتر الحجن ومنطينا نسبة مئوية منيان للبوتاسيوم كلورايد ويريد الملي اكوفلنت سهلة أنا عندي قانون الملي اكوفلنت يساوي إنا آآ مليغرام بمن؟ آآ بعدد التكافر علي من؟ على الموليكولر ويت الموليكولر ويت ما بيها شي هذا عدد التكافر أنطلعه بقى عندي عدد الغرامات عدد الغرامات هنا شنو منطيك حجن ومنطيك شنوه منطيك نسبة مئوية هاي اطلعها بنفس الطريقة اللي شرحناها بالحسابات الصيدلانية بالكورس الأول إنه شوف هاي نسبة مئوية يعني شنو؟ يعني أنا عندي عشرة غرام ميت مول ومنطيك هنا خمسة عاش مول هاي مجهولة وسطين الضرفين بالتالي منعدها تطلع عدد الغرامات وتعوضها بهذا القانون يعني هاي جاي رجعك رفيو سريع للحسابات الصيدلانية هاي أخذناها محاضرة كاملة إنه للجسم عفو محاضرة كاملة ما لحساب النسبة المئوية حساب النسبة المئوية weight in weight volume in volume weight in volume فهاي ما بيها شيء مجرد إنه أخذ من عندك عدد غرامات وإنه نطاك طريقة لك إنه تحسب من خلالها اللي هي بالنسبة المئوية زين عدنا هذا المثال نطيني آدات ذرية نحسبها عندي الماغنيسيوم العدد الغرامات 24 كم ذرة الماغنيسيوم هناك 24 في 1 24 زين عندك الكيبريت الاس طبعا واحدة والأو واحدة مو نفس الان اش فور الان اش فور لا هاي امونيا هي كلياتها لها عدد ذاري الاس اللي هو الكيبريت العدد الغرامات 32 كم ذرة كيبريت هناك 1 32 في 1 32 هناك عدد ذاري للأكسجين 16 وهنا عندي أربعة درات أكسجين أربعة في 16 نايا الموليكولر ويت طلعت من 120 شنو رائد ميلي اكوفلنت ماكو ميلي لتر معنى شنو أستخدم القانون للأول اللي هو شنوة الميلي اكوفلنت يساوينا الميلي غرام بالموليكولر ويت على الباز باع انه سواء تستخدم هذا القانون او تستخدم القانون لأول نفس الشيطينات فم صحيحات بس هنا يليش هنا يمعوض هنا يمخليها مجهولة لا استخدم هذا القانون اللي هو الميلي اكوفلنت يساوينا الميلي غرام بمن بعدد التكافر على الموليكولر ويت وكتلة المونية سين أجي أعوض الميلي اكوفلنت ورايدها الميلي غرام أشوف منطين واحد غرام معنى شنوة معنى أحوله إلى ميلي غرام شون أحوله منطين غرام مريد ميلي غرام أحوله من الكبير من الصغير أظر فيه ألف واحد فيه ألف رح يصير عندي هنا يا ألف تكافر اثنين طلعت الموليكولر ويت مية وعشرين بالتالي طلاعنا الميلي اكوفلنت شقد هو هاي هنا يقربنا ياها ست 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 سواها سبتعاش بوينت سابعة زي هاي المسألة شوية أريدك تركز لي بيها يقل لك أريد أو شي خنفتهمها يقول أريد الميلي اكوفلنت الما للصوديوم اللي يحتوي على 30 ميلي منطيق هذا المحلول ويريد شنو يريد الميلي اكوفلنت للصوديوم خلي أشوف هذا المحلول عندك الداي سوديوم هايدروجين فوسفيت وعندك الداي سوديوم باي فوسفيت خلي أجي أشوف منو منذني المحلل بيها سوديوم أباوح على أول واحد بداي سوديوم ثناء السوديوم هذا بيه سوديوم أجي أشوف ثاني واحد هم عندي سوديوم معنى هشنو معنى هثنين هثن بيها سوديوم يعني شنو يعني أطلع الميلي اكوفلنت لهذا الملي اكوفلنت الهذك وشنو اجمع حد انعيدها هو انطاك شنو انطاك انصرين بما انه انطاك انصرين معنى شنو ملتيناتهم بهم صوديوم شوف مثلا اذا منطق انصر ثاني ما بي صوديوم معنى هتطلع فقط الهذك زين اذا هم مثليناتهم ننطاك يان بهم صوديوم يعني شنو اطلع ملي اكوفلنت الهاي واطلع ملي اكوفلنت الهاي واجمعهم هسا عرفت الشيء راح احل زين الحلها هنا بشكل اوضح هو شنو يريد يريد الملي اكوفلنت يعني شنو استخدم قانون الملي اكوفلنت انا عندي الملي اكوفلنت شو تساوينا ملي غرام بمن في عدد التكافؤ علي من على الموليكولر ويت زين خلينا نحسب الموليكولر ويت باعتبار هو منطينة اعداد درعية شوف انه هذا رمز المركب NA2HPO4 المائي 7HPO زين قبل كل شي خلي نحسب نتخلص من عدد التكافؤ للصوديوم هو 1 هذا عدد التكافؤ بقى شنو بقى الموليكولر ويت وهناي عدد غرامات خلينا نجي نشوف الموليكولر ويت وشون نحسبها عدد ذر بالصوديوم هو 23 وعشرين عندي هنا ذر 2 اذا فيه 2 سد القوس زائد عدد ذر بالصوديوم 1 وهناي 1 1 في 1 1 زائد P اللي هو شقد عدد ذر مالته 31 وهناي فقبل روحته فيه 1 ناس لعنه 1 ناس لعنه 1 ناس لعنه 1 زائد الو 16 وهناي 4 ذرات فيه 4 خلصت لو بعده عندي هذا الماء وعلمتك شون تسوي 7 زائد هنا يتفتح قوس هذا 1 فيه 2 1 فيه 2 زائد 16 فيه 1 يعني هاي السبع تضربها في هذا وتضربها في هذا مو تضربها بس بواحد وتضربها لا تضربها بياه كلية اذا بعد هاي العملية الرياضية راح يطلع عنا 268 هاي شنو طلعنا الموليكولر ويت هذا عدد التكافؤ الموليكولر ويت يساوي من 268 خلنا نستحق بعد شنو عدنا الغرامات أبعوا منطيني عدد الغرامات ما منطيني إنما شنو منطيني منطيني مليلتر ومنطيني بالوصفة هذا عدد الغرامات ماليستوليوشن كاكل وحنا نعرف بالحسابات الصيدرانية إذا نطلعيها في الشكل شو رأي طلع عدد مليلغرامات شوف اهنا عدنا لكل 18 غرام هاي جبناها من نايا كم مليلتر 100 مليلتر يساوينا نايا احنا نريد عدد الغرامات اهنا شنو منطينيها 30 مليلتر وسطين بطرفين راح يطلع لنا 4.5 غرام زيان طلعلي بيما طلعلي بالغرام آلي شنو أستخدم بالقانون أستخدم مليلغرام يعني أحول لغرام إلا مليلغرام شنو أحوله أضربة في ألف أحول الكبير للصغير أمضربة لعفو 5.5 هنا مو 4.5 5.4 راح يصير عندي خمسمية خمسة آلاف واربعمية هاي شنو هاي من المغرام وأجي أعاوضها هنا راح يصير هنايا عندي خمسة آلاف واربعمية في واحد وهنايا عندنا ميتين وثمانية وستين هاي شنو هاي بالنسبة للصولوشن الأول اللي هو الداي صوديوم هايدروجين فوسفيت العفو المكون الأول انتهينا من عند قنعناها لشنو قنعناها للميلي إكوفلنت بعد شنو أحتاج الميلي إكوفلنت اللي موجودة بالمركب الثاني لأن قلنا المركبين اللي انطاني هنثياتهم بيهم صوديوم إذا منطيني واحد بيصوديوم والثاني ما بيصوديوم فقط أحسب الأول وها هاي بس هو منطيني هم سيناتهم بيهم صوديوم زين الثاني هم نفس الشي أحسب لياه هاي الطريقة بس إنه الفرق هنا يا راح يصير استخدم عدد غرامات الصوديوم بفوسفيت اللي هي هيها 48 غرام يعني راح يصير عندك هنا اه 48 غرام لكل م transformative وهناها 30 ملتر من نفسية هى راح انه يطلع لنا مختلف و كذلك من الصيغة ما تهميا تختلف يعني الموليكويلر ويت ما تختلف يعني باعتبار مسألة جديدة شوف التركيز هنا هي يختلف عدد غرامات و كذلك الصيغة ما تختلف يعني الموليكويلر ويت تختلف عدد غرامات هنسوا هيب الأخضر ها هي مختلفة و ها هي مختلفة يعني باعتبار مسألة جديدة فقط على تكافؤها نفسية بالصوديوم فبالتالي من طلعناها راح انه نجمع الملي اكوفلنت هاي اللي طلعناها هنايا 40.3 وهنايا طلعت 104.3 اجمعهم الثيناتهم هاي طلعت الملي اكوفلنت انما بالصوديوم خليني نرجع لعيد هاي المسألة من جديد شوف هو قللك اريد الملي اكوفلنت بالصوديوم هذا المحلول هذا المحلول يحتوي شنو يحتوي عليه في مركبات المركب الاول لدي the sodium hydrogen phosphate اللي هو هذا bisodium مركب الثاني sodium ib phosphate مركبة مركب يختلف عن الثاني اجي اشوف يا مركب で sodium شفت انه ثيناتهم بهم شنو بهم سوديوم معناها بما انه ثيناتهم اكيد احسب الملي اكوفلنت الهذا وبعدين احسب الملي اكوفلنت الهذا واجمعهم ثيناتهم بالتالي احصل على الملي اكوفلنت بالصوديوم وعرفت شون حسبتهم مااخذ من عزد الغرام التصبر طلعتها بنفس الطريقة اللي تشلنا نحسب بيها بالكورس الاول بالحسابات الصيدرانية انتهينا ملعتها زيان الصيغة طبعا انه تختلف الموليكولورويت مو تخطأ وتستخدم انه بالميلي اكوفلنت الثاني نفس من الموليكولورويت اللي طلعتها باول واحد لا هذا الصيغة ما تتختلف عن هاي الصيغة زيان عدنا هنا اخر مثال هم شوية لتركز لديه قال لك عبك شخص يستلم 200 ميلي اكوفلنت من الصوديوم كلورايد لكل كيلوغرام يعني لكل كيلوغرام لكل واحد كيلوغرام يستلم كم ميلي اكوفلنت اثنين ميلي اكوفلنت زيان اذا هذا الشخص الوزن مالته 132 اي بي كم ميلي لتر من هاي النسبة من الصوديوم كلورايد راح يستلم اذا المطلب سؤالة مو يعمل ميلي اكوفلنت قال لك اريد اعرف كم ميلي لتر ومنطين نسبة مئوية زيان يعني هو هسهنايا جاي يمزج ما بين مسائل الحسابات الصيدرانية وبين هاي الميلي اكوفلنت انا اعرف اذا انطاني ايها بهاي الصيغة شوف بما انه قل لك كم ميلي لتر معناها شنوى وقل لك ميلي اكوفلنت شوف انتو شون راح تعرف لهاي النسبة المئوية هل هي ويت تو ويت ام ويت تو فاليوم ام فاليوم تو فاليوم احنا ممكن اذا انطاني نسبة بدون ما انه يمطينا لوحدة مالتها شون يعرفها شوف هو قل لك اريد ميلي لتر معناها هاي تروح زيان يا اما هذا يا اما هذا اطاني ميلي اكوفلنت انا يعرف الميلي اكوفلنت استخدم ميلي غرامات يعني هاي يعني هاي الاو بوينت تسعة لكل ميت مول هاي غرام منطيك هو يريد كم ميلي لتر يعني هذا المجهول معناه شنوى معناها هناكو عدد غرامات لازم انه انت تجيب ليهاها هاي عدد غرامات شنو منطيك معطيات بالسؤال منطيك ميلي اكوفلنت اذا من القانون الميلي اكوفلنت تعرف انه راح اطلع عدد غرامات من يليه زيان منطيك ميلي اكوفلنت شوف اش قاول لك انتبه لها احنا قلنا فهم السؤال نصب الجواب منطيك اثنين ميلي اكوفلنت لكل واحد كيلوغرام ومنطيك وزن الشخص زيان اني اعرف كل اثنين ميلي اكوفلنت لكل واحد كيلوغرام ومنطينا الوزن معناها شنوى معناها نعدل Lumic hab является للشخص اللي وزنه 132 اي بي زين احنا ما نتعامل بهذا الوزن لازم انه تحول لي الاي بي المن لكيلوغرام شون نحوله اني عندي كل واحد كيلوغرام يسوي انه 2.2 اي بي حولت الوزن ورا ما حولته شنوة ورا بتي في 60 او انه شو تقلي بتقلي كل اثنين ملي اكوفلنت اذا بنسبه تناسب لكل واحد كيلوغرام زين هو وزنه 60 كيلوغرام كم ملي اكوفلنت اذا انه انت تخطأ ما تعرف شو تضرب وتقسم استغنى من الناسبة والتناسب ووسطين الطرفين راح يصنعنا اثنين في 60 طلعت هاي الملي اكوفلنت المن لكلوريد صوديوم انا عندي الملي اكوفلنت العفو المليغرام يساوي لي ملي اكوفلنت في الموليكولار ويت في الانس اطلع الموليكولار ويت المن لكلوريد صوديوم واضلع علد التكافؤ الى 1 لالتالي انه طلعت عدد غرامات مثل ما انه شرح سابقا شون نحسن ملغرامات من ملی أوفلن. هي انه ما ايود التمقصرت. قال لحت عدد الملغرامات. ان عندي ملأكوفلن. شون يحسب لي? يحسب لي ملغرامات. وهناي يتعامل وياما يتعامل وي غرامات. حولت مللغرام قلما لغرام. رجعت ومروضت هناي. وطلعت عدد الملللتر بالنسبة لهاي النسبة المئوية. هذا بما يخص مسائل ملأكوفلن. انه احنا مجرد ولكن فشتركنا قانون الملي اكويلانت يساوينا الملي�ektها بعدد التكافؤ على الكتلة المولية احسب الكتلة المولية اول شيء احسب عدد التكافؤ. تبقى المشكلة بالملغرامات اما اطلعها نفس طريقة النسبة والتناسب terribly much in the first. يعني انه طريقة او انه ممكن يعني هو فياك صير فقط في ا regarder. ازان او ممكن انه هو يطلبها بالغرام اذا طلبها بالاغرام بمظهر الحال احاولها بالاغرام او ممكن ينطقيها بالاغرام فبداية الحل إنه المهم هو إنه أنت تمشي على الوحدات الموجودة بالقانون زي إذا نطقيها بشكل نسبة أوراقها بشكل نسبة لا تنسي وحدة قياس النسبة هي غرام بيرلتر لازم بهاي الوحدة إنه أنت عندك الناتج النهائي يلا تقدر تحوله إلى نسبة مئوية عكس الملي اكوفلنت تتعامل ويا بهاي الوحدة إلي هي ملي غرام بيرلتر أو ممكن هم يتتعامل ويا بنفس هاي الوحدة ملي غرام بير ملي لتر زي وهنا راح ناخد حساب عدد المولات عدنا قانون عدد المولات يساوي نه الويت الوزن أو الكتلة بالغرام على الموليكولر ويت الكتلة المولية فوحدة قياس عدد المولات راح تطلع عنه غرام بير مول بس هنا أجل لك أريدك تحول لي عدد المولات إلى وحدات أصغر إلى الملي مول يعني هنا راح تحول ليها إلى mil지غرام بير ملي مول وشلون نحول؟ احنا عدنا كل واحد غرام يساوينا الف ميلي غرام وكذلك كل واحد مول يساوينا ايضا الف ميلي مول يأما نحول طريقة النسبة والتناسب يأما بالطريقة الاعتيارية شن طريقة المعتادين عليها نريد نحول من الكبير للصغير نضرب وذا بالعكس اريد احول من الزغير للتشبير شنوه انقسب دائما انه انت احفظه بهذا الشكل اتشبير يبصد الزغير راح انه شنوه من اريد احول من الغرام الى ميلي غرام مش اساوي اغرب زين هنا اصلا اني عندي اغرام اريد احول هي المن الى ميلي غرام يعني راح احول من اتشبير للزغير زين هنا خلي نجي ناخذ الامثلة بالنسبة لحساب عدد المولات شوف بالنسبة اللي الطريقة اللي حالك بيها هي طريقة دوخوفها حلي بالقانون مثل ما انا اشرح لك هنا يقول اريد اعرف كم ميلي مول من المونو بايزك صوديوم فوسفيت مونو هيدريد انطيتك الموليكولر ويت مالتا اللي موجود بميتة غرام زين هو شي يريد اريد الميلي مول وانطاني شنوه انطاني غرام وانطاني موليكولر ويت انا عندي بما انه يريد ملي مول يعني يريد عدد مولات عندي قانون عدد المولات يساوي ان الويت الوزن بالغرام شوف ضروري انه تحفظ لي الوحدات اللي موجودة بالقانون الوحدات الاساسية يعني هنا اصلا بالقانون هي غرام بحيث انه انت بعديا مثلا اذا طالبك ياها بالملي غرام ورما تحل يلا تحول بالملي غرام لان هي بالقانون شلي هي بالقانون اصلا اغرام يعني انه انت عندك وحدة قياس عدد المولات اغرام بير مول هاي الوحدة اللي تطلع لي بيها الناتج رايت لك ياها بالملي غرام بالملي مول بنهاية الحل اتحول ضرورة تركز على هاي النقطة زي نكمل هنا يا عليمن على الموليكولر ويت هو الشي يريد عدد المولات هي المجهولة منطينا شنوه منطينا الوزن 100 اغرام عليمن الموليكولر ويت منطينا ياها دايركت حتى ما يحتاج نحسبها 138 نطلع الناتج لكن الناتج اللي راح يطلع عنا شنوه راح يطلع عنا بالمول لان هنا يروح دمالك شنوه اغرام شوف دائما انتم نتحر خصوصي بالقانون الوحدات تكون متساوه يعني شنوه يعني وحدة كبيرة وحدة كبيرة غرام مول وحدة صغيرة وحدة صغيرة ملي غرام بير ملي مول دائما خلي حلك يكون بوحدات متشابهة لكن اذا هو طالب لك اياها بيمن طالب لك اياها بالملي مول يعني راح تطلع لك غرام بير ملي مول ماكو مشكلة لان هو طالب لك هاي اريدها بالملي مول يعني عادي اذا ان هو طالب بهالشكل بس انت حلك يا اما غرام بير مول يا اما مليغرام بير مليمول الوحدات اللي تخليها بالقانون الوحدات اللي تمشح لك عليها زين نجي نحول اشلون نحول اريد احول من المول المن الى مليمول اضرب له اقسم مثلا انه اه نقول انحلها بطريقة نسبة وتناسب كل واحد مول مو بالطريقة الاعتيادية خاف انه تتخربط عليك او انه تنسى شوق تضرب شوق تتقسم يساوي انه الاف مليمول هل سوا هناك ما كاتب من الناتج دايركت انطلع عنا يا المهم راح اكتب هناك اه انه كم مول طلع عنا هناك راح يطلع عنا الناتج وهناك راح يكون مجهول وسطين بطرفين من عتاء اطلع الناتج هاي اذا اريد احول بطريقة النسبة والتناسب زين هسا انه ما بيشي عندنا كتبنا القانون طبقنا دايرك وبيتلك انه اتبع طريقة القانون ازهلك من هاي الخربطة الهناية زين هنه شنو عندنا هذا المثال الثاني قال what is the weight in مليغرام of 5 مليمول من البوتاسيوم فوسفيت تاي بايزك زين هو قل لك شنو اريد كم مليغرام ومنطقيا شنو انطقيا بالمليمول وانه قال بما انه شنو انطاك هنا عدد المولات ويريد شنو ايريد الوزن معناها انه شنو يستخدم قانون عدد المولات ويساوي انه الويت بالغرام علي من عليه الموليكولر ويت اطلع الموليكولر ويت ما منطقيا هاي رح ينطيك اعداد درية زين عدد المولات منطقيا بالمليمول راح اتحولها للمول زين راح تقولي هو يريدها بالمليغرام يش اني احولها للشسمة احولها للمول يلا اشتغل بها انت عندك الموليكولر ويت ما منطاكياها والموليكولر ويت راح تطلع لك انه محدد حسابها للمولات فانت ضروري هنا يا شنو تحتاج لعدد مولات يعني شوف ما حولت قلت والله هو ايريد مليغرام شوف انه هاي دني دني الاشياء اللي ما تنتبه لان البسيطة البديهيات هي اللي تخطأك بالامتحان مول اشياء الصعبة والله شوف انه انتهيش استنتجها عندك موليكولر ويت واحدة قياسها مول ما انطاكياها وانطاك اعداد ذرية اكيد انه هي راح تطلع لك بالمول وهناي عندك مليمول يعني قانونك راح يصير بمول ومليمول اشلون هاي صح هو ارادها بالمليغرام وصح انطاكياها بالمليمول بس ريدي خطأك يريدي شوف مدى انتباهك اذا لا والله انطاك الموليكولر ويت وانطاك اياها بالمليمول ما عندنا مشكلة هنا ما يحتاج احول لان هو انطاني موليكولر ويت وانطاك واحدة قياسها مليمول على شنو تحول بعد فالمهم هنا يتحول لي المليمول المن الى مول قبلنا انه تبدي اه تحل بعدها شنو تكتب القانون راح انه يطلع لك بمن يطلع لك بالغرام وراها يلا تحول المن الى مليغرام زي خلينا نجي نشوف هذا المثال الثاني هنا شنو قايا لنا قال لنا مريض يستلم اه سلو اي في اللي هو انفيوجن يحتوي على اربعين ميلي اكوذلنت من البوتاسيوم كلورايد بكل الف مليلتر من السائل قال لك انه ورا اثناعش ساعة انطاك اش نوى سبعمية وعشرين مليلتر اش كم ملي مول من البوتاسيوم كلورايد استلم زيان انهوش انطاني اه الف مليلتر وانطاني ورا اثناعش ساعة انطاك سبعمية وعشرين مليلتر اريد اعرف اش كد بستلم يعني هاي الورا ثناعش ساعة اش كد اخذ زيان يعني عندي شنوى يريد ملي مول اكتب القانون شوف اول شي انه انه انت نزل مرضياتك واكتب القانون على مود ما تضخ بالمسألة ما تقول صعبة ما تقول ما فهمت احلها قانون اش يقول عدد المولات يساوي الويت الوزن على يمن على الموليكولر ويت الكتلة الليمولية راح انه يطيك اعداد ذريع وانهو منطق اياها انيوي هاي ما عندنا مشكلة وياها مشكلتنا ساوي ايا من عدد المولات هو يريدها هنا مشكلتنا وهي الوزن زيان هنا منطق ملي اكوفلنت وانه انه انت تقدر تطلع لعدد غرامات تمنيا من قانون الملي اكوفلنت اللي هو قلنا ملي غرام يساوي النا ملي اكوفلنت في موليكولر ويت على يمن على عدد التكافؤ بس هم من ارجع انتبه لهناي الملي اكوفلنت شين ينطيك ينطيك ملي غرام فهناي شنوه تحتاج تحولها المل للغرام زيان الشهور راح نطلع من القانون الملي اكوفلنت عدد غرامات احنا عندنا القانون جاهز بس هنا يمنطيك فادلوفه بالسؤال قل لك انا اريد هالي اللي استلمها المريض يعني هاي الوار 12 ساعة 720 ملي لتر اللي اخذها من الاي في اريد اعرف اش كم ملي مول بيها الشهور اطلعها شوف هو انطاك لكل 40 ملي اكوفلنت نرجع للحسابات الصيدلانية طريقة النسبة والتناسب الها الف ملي لتر زيان هناي رجعت انطيك 720 ملي لتر كم ملي اكوفلنت الهاي 720 ملي لتر وسطين الطرفين راح نطلع الملي اكوفلنت الها شقد طلعت انه 28.8 هاي المن لل 720 ملي لتر لستلمها وراء 12 ساعة اللي انا اريد اعرف كم ملي مول بيها زيان طلعت الملي اكوفلنت وراها انه ليجي نطبق قانون الملي غرام يساوي انه شن هو الملي اكوفلنت بالموليكولر ويت علي من على عدد التكافؤ بعدها شن هو اللي هو من ضينا بوتاسيوم كلورايد عدد التكافؤ امالته اه انه موجب واحد وصالب واحد يطلع انه واحد طلعت من عددها عدد الغرامات بس انتبه راح يطلع لي بيمان راح يطلع لي بيمان أحول الملغرام من اللي طلع لي المنئة اللي طلع لي ملغرام وأجي أعوض بهذا القانون إلي. هسه يمكن صارت هوسع هنا خلنا نعيدها. أول شي نزلت معطياتي. كتبت القانون. أشوف شنو منطيني وشنو ما منطيني يا. اللي ما منطيني يا. يعني مفروض هو اللي ينطيني يا. غير المجهول طلع لي مجهول له. أروح أدور علي من معطيات السؤال. شو منطيني منطيني ملي اكوفلنت. أحدك اللي سهلة. أنا أصلا عندي الملي اكوفلنت أقدر أطلع من عنده ويت أقدر أطلع من عنده وزن أقدر أجيب من عنده عدد غرامات زيان. إنه بس أنتبه. هو قل لي عندك أربعين ملي اكوفلنت للألف ملي لتر. ورث نعيش ساعة. أنا شنطيته. أنا نطيته سبعمية وعشرين ملي لتر. وهو جاي يقل لي أريد كم من اللي استلمه. يعني اللي أخده ورث نعيش ساعة. يعني لازم أعرف هاي نزلي سبعمية وعشرين ملي لتر. خليين ملي اكوفلنت بها حليناها بتطريقة نسب ناسوب طلعنا ملي اكوفلنت ورها죠 ورها عبابناه بالقانون حصلت عدد غرامات. ازيان انا عندي القانون ينطيي ملي غرام ما ينطي نغرام. وانا عندي قانون عدد المولات يتعامل بغرامات ما يتعامل ويملي غرام فشنوا فاحولها ما الني احول الملي غرام اللي حسطت عليها من الملي اكوفلنت لأن اراجيي احنا عدنا قانون هو يقول ملي غرام زين حولت هاللغرام وعوضتها واش رايتها رايتها ملي مول ارجع هم بالنهاية احول العدد المولات اللي طلع عنه المل الى ملي مول زين وهذا المثال همنا نفس الشي ما بيه اي فكرة انه شنو منطينا البوتاسيوم كلورايد واحد بوينت ثمانية غرام ومنطينا هاي الواحد بوينت ثمانية غرام في ستين ملي لتر يريد الملي مول لا لا هذا بيه فكرة سوري يريد الملي مول البوتاسيوم كلورايد اللي يحتوي على يتر واحد زين شي يريد يريد الملي مول يعني قانون عدد المولات خلنا نحل هنا يا اوضح صارتوس هنا يا احنا عدنا قانون عدد المولات يساوينا الويت الوزن بالغرام على الموليكيولر ويت زين هو شنو منطيك بالسؤال قلنا نزل المعطيات منطينا واحد بوينت ثمانية يعني هسه اذا انت ما تقرأ السؤال ما تنزل المعطيات ما تفتهمي المزئلة اطلع الموليكيولر ويت تجي تعوض الواحد بوينت ثمانية غرام اطلع الحل بس هو قللك هاي الواحد بوينت ثمانية غرام المل بالسبتين ملي لتر هاي انه المعطيات قللك اريد اعرف كم ملي مول البوتاسيوم كلورايد اللي يريد يعرفه هو الملي مول عدد المولات المل البوتاسيوم كلورايد لكل ملي لتر شوف هاي عدد غرامات الضاكية هاي للستين ملي لتر واني اريد اعرف لكل ملي لتر اريد اعرف للواحد ملي لتر الحلها بطريقة نسبة تناسب مو هاي تجي تعوض ليها بالقانون غلط هاي الواحد او بوينت ثمانية غرام المل بالستين ملي لتر وهو قللك اريدها للواحد ملي لتر اذا لا والله ما قللك اريدها للواحد ملي لتر تجي تعوض هاي دايركت زين اهناي اريد اعرف هاي عدد الغرامات علي من على واحد ملي لتر وسطين الطرفين انطلع عدد الغرامات وانعوضها اهناي اذا فكرة هذا السؤال انطاك عدد الغرامات بكل ستين ملي لتر وقللك اريد شنوه اريد اعرف الملي مول اه للبوتاسيوم كلورايد لكل ملي لتر يعني بكل واحد ملي لتر فهناي ضروري تعرفي عدد غرامات اللي موجودة بواحد ملي لتر يلا تجي تطبقني اياها بالقانون زين عدنا هنا المثال الاخير هذا المثال الاخير انه لا تشوفه هاي هو سهل ما بيشي نفسي قابلة بالضبط بس هنا الفكرة شنو منطين اياها بدلالة نسبة مئوية انا اعرف النسبة المئوية هاي مني يقل لي خمسة بالمية معناها شنوه خمسة اغرام بكل ميت ملي لتر مو به الشكل شنو نتعامل وياها بمسائل النسبة المئوية زين هو شنوه يريدها يريدها بالملي مول المل لكل لتر نفس الشي خاني ميجي نوضحها هنايا بالتفصيل هو شنو منطيق منطيق خمسة بالمية زين شي يريد مطلب سؤالة ملي مول لكل لتر زين هاي الخمسة بالمية احنا نعرفها معناها خمسة غرام لكل مية ملي لتر هو مطلب سؤالة يريد ملي مول يعني شنوه يعني يريد عدد مولات انا عندي قانون عدد المولات يساوي انه الويت على اليمن على الموليكولر ويت انطلع الموليكولر ويت وانه هذا منطينيق شنوه منطينيق خمسة اغرام اعوضها هنايا الدايركت وهاي همين اعوضها يطلع للناتج من يطلع للناتج راح يطلع شنوه راح يطلع بالمول بير ملي لتر ليش بير ملي لتر لانطلع للمية ملي لتر هي هنايا شوية الهوسة راح تطلع عنا هوسة التحوي خلي اختصر لك ياها شنون ان انت اتحول اتحول هاي الخمسة ملي لتر اللي طلعت لك هاي نقول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وهذا يريده بمن هذا يريده بالمول. شو راح تحول تاخذ كل واحدة بوحدة وتحوله اسهل لك. عندك المول لكل واحد مول شنوه? الف ملي مول. زي. وعندك لكل واحد اه لتر شقد الف ملي لتر. اجي اخذ الميت ملي لتر احاولها. اريد احاول من الصغير للكبير. اقسم له اضرب انه اقسم. اقسم من 100 على الالف. اطلعها باللتر بوحدة. اجي هنا احاول المول بوحدة. يعني انه انت مو تخطأ. لا انه تعامل وياها كأنه رقمين بوحدة. تاخذ هذا المول اللي يطلع لك وتحوله بوحدة. وتاخذ الملي لتر تحوله بوحدة. بحيث تطلع عن ناتج النهائي بمن يطلع لك بالملي مول بير لتر. انه بس هاي شوية انه فكرة التحويلات. قلت لك انه تاخذ كل واحدة بوحدة تحوله. على المود انه ما تغلط. وعوف هاي الطريقة الهوسة. حل بالقوانين. افضل لك. زي. هذا كل ما ياخذ حساب عدد المولات. موسيقى